بعد كده لو كان عندنا اكتر من قوة واخد بالك القوة دي كلها مطلقية في نقطة ده نوع الاول اتكلمنا عنه فانا عايز احسب العزم حول النقطة اللي هي او دي فبالتالي اه بشوف المسافة العمودية ما بين او وبين اف واحد لو عايز احسب العزم بتاع اف واحد لو عايز احسب العزم بتاع اف اتنين بشوف دي اتنين المسافة العمودية لو عايز احسب العزم بتاع اف تلاتة برضو نفس الحكاية يبقى دلوقتي عزم كل القوة بنجيبه لوحدة. لازم ناخد بالنا من حاجة برضو ان العزم ده لاشارة. يعني ايه? يعني العزم لو مع عقارب الساعة فساعتها بقول ان العزم ده بالسالب. لو كان العزم ده عكس عقارب الساعة. فبقول العزم ده بالموجب. يعني ايه مع عقارب الساعة عقارب الساعة. لو نرجع كده بنلاحظ ان ده عبارة عن اتجاه الدوران بتاعي. اتجاه الدوران ده لو انا حبيت اشوفه كده يعني بصيت من فوق. هلاقي ان هو بيلف عكس عقارب الساعة. فساعتها بقول هنا العزم بالموجب. كقيمة اشارته بس موجب. ليه? عشان لو عندي اكتر من عزم ما هو في عزم ممكن يلاهش عزم. ممكن في عزم في الاتجاه الموجب وفي عزم في الاتجاه السالب فممكن يلاهشه بعد. يعني اتجاه العزمين مختلفة. فليزم كل واحد ياخد اشارة. فاحنا دايما بنفرض ان اللي في اتجاه. ان العزم اللي في عكس اتجاه عقارب الساعة. فدايما بقول ان هو بالموجب. واللي في اتجاه ده وران عقارب الساعة بقول ان هو بالسالب. يبقى دلوقتي لو بدأت تحسب العزم لمحصلة القوة كلها بقى. فبشوف واحدة واحدة. اول حاجة القوة F دي. بلاحظ ان العزم هنا او القوة هنا بتلف عكس اه اتجاه دوران عقارب الساعة فكتبت F واحد القوة في المسافة العمودية. وطبعا بالموجب. على عكس بقى F اتنين بلاحظ ان F اتنين هنا بتلف عكس اه مع اتجاه عقارب الساعة فعشان كده كتبت هنا سالب. بالنسبة ل F تلاتة برضو عكس اتجاه دوران عقارب الساعة فكتبت الاشارة بتاعتها بالموجب. يبقى العزم هنا ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب. وبالتالي العزم اللي هينطق بقى بسميه العزم المحصل او عزم محصلة القوة.